موسيقى وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامه لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء وشهد يحن قائلا أني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا مستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله حبائي في الجزئية اللي أرناها دي فيه أفكار نشوف أنه شهدت يحن المعمدان بكلمات منتهى الأهمية عن المسيح وخصوصا في الآية 29 اللي أرناها اللي بتقول عنه أن يسوع هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم بعدما شهد المعمدان أنه مش هو المسيح لكنه جاء عشان يعد الطريق للمسيح قال حاجة تانية مهمة كمان أنه لا يستحق أن يحل سيور حداؤه دي في الجزئية اللي قبل الأرناها دي أي أنه يكون حتى عبد للمسيح أما يسوع له المجد فقال عن المعمدان أنه ليس من المولودين بين النساء من هو أعظم من المعمدان في لوقة سبعة لو تتذكروا وهنا حابب بس أعلق تعليق بسيط وأقول إن كان الإنسان العظيم حسب عدم استحقاقه إنه يكون عبد للمسيح فكان بالحال إحنا علينا أن ننحني ونحني كبريائنا وكرامتنا ورؤوسنا إكراما وإجلالا للمسيح علينا أن إحنا ننحني وننحي جانبا كل اعتماد على مجد بشري أو أعمال صالحة فينا أو أي حسب أو نسب ممكن نعتمد عليه أو نفتخر به لما ندرك حقا من هو المسيح بيدوب كبريائنا يدوب ويتلاشى إحساسنا بأهميتنا بيزول وزواتنا بالنسبة لفكرة أن يسوع هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم اللي قالها المعمدان عايز أفكركم بحاجة مهمة جدا بتحصل في العهد القديم كمطلب كانت بتحصل في العهد القديم كمطلب من مطالب الشريعة اليهودية اللي سننها الرب بنفسه في خروج 29 على سبيل المثال طالب الرب أنه في كل صباح ومساء لازم يقدموا حمل ذبيحة في الهيكل عن خطايا الشعب لكن الشيء الملفت جدا أنه إشعياء تنبأ من حوالي 800 سنة قبل ما جاء المسيح أنه المسيح هيكون هو حمل الله اللي هيرفع خطية العالم اللي هيقاد للذبح عشان يدفع حقوبة الخطيئة عني وعنك وعن كل البشر اسبع كده معايا بتقول إيه النبوة في إشعياء 53 ظلم أما هو فتدلل في آية سبعة ولم يفتح فاها كشاية انتصاق إلى الدبح وكناعجة صامطة أمام جزيها فلم يفتح فاها وتشرح الآيات اللي قبلها عنه وتقول قدم المسيح نفسه كالحمل أو الشاه الشاه للذبح في الآيات اللي قبلها في إشعياء بيقول لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله وهو مجروح لأجل معاصينا مزحوق لأجل ثامنا تأديب سلامنا عليه وبحضوره شفينا كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا وبكده بنشوف أن الله اختار أنه قدم الذبيحة بنفسه في المسيح وبذبيحة المسيح قدم كفارة عن كل العالم دفع المسيح بموته ثمن خطيتك وخطيتي والنهاردة أنت وأنا نقدر أن ننال غفران الخطايا كل الخطايا على حساب كفارة ذبيحته اللي قدمها بالنيابة عنك وعني اعترف له النهاردة بخطاياك أخي وأختي صديقي اطلب المغفرة منه من كل قلبك وهتنال بالتأكيد بالتأكيد نجاه من الهلاك والجحيم والمصير المرعب اللي بينتظر كل الناس اللي رفضوا نعمة الله لكن لما تيجي وتقبل نعمة الله وتاخدها بكل إيمان وثقة تاخد حياة أبدية وتنجو من الموت والهلاك والجحيم وتاخد حياة أبدية وغفران أبدي وضمان المجد الأبدي في المسيح يسوع تاخد حياة أبدية يا السلام مبارك اسم الرب لأجل غنى نعمته لأجزالها علينا في المحبوب الرب يسوع ربنا بارككم أحبائي نتقابل في الحلقة اللي جاية بنعمة الرب والرب يكون معاكم